بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين نكلو عليك من نبع موزى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونبع لهم أئمة ونبع لهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تقاطل ولا تحزن إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا قاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وله لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى كارغا إن كادت لتبذيبه لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين ودغل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتفلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاتوا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون غهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يتغفر فإذا الذي استنصره بالأمس يستطرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى الذين يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرد إني لك من الناصحين فاخرد منها خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما قطبكما قالت على نفسي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إن لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجذيك أجر ما تقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصف قال لا تقف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن طير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أكملت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنف من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتانا نوذي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أني يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاب فلما رآها تهجز كأنها جان ولا مددرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في ذيبك تخرج بيضاء من غير سوء وغم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاتقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأقاق أن يقتلون وأخي هارون هو أقصق مني لسانا فأرسله معي رب أن يصدقني إني أقاق أن يكذبون قال فنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا نفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقب لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلفنا القرون الأولى بطائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كنت فاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ ناجينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تطيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنستبع آياتك ونكون من المؤمنين ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تغاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يستبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يكلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إننا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك متقطف من أرضنا أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلتنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الواركين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يكلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الظنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعبناه وعزا حسنا فهو لا يكون كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما ضوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيروا لهم وراءوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعليت عليهم الأنذاء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من ساب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هم له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمذا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمذا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبخرون ومن رحمته جعل لكم الليل والناير ولتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الفنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قاد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المدرمون فخرج على قومه في ذينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له من كئة ينصر له من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لقسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يرز الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي شرض عليك القرآن لرزك إلى معاب قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون